المنتدى الافريقي الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار يؤقد على مدار ثلاثة أيام ويدف إلى تعزيز الاستثمارات في مجال التعليم العالي وإحداث نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا داخل أفريقيا المزيد في العرض التالي مع أحمد أبو زيد المنتدى الافريقي الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في دورته الثالثة الذي يقام للمرة الأولى في مصر تحت عنوان استخدام أدوات البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في القارة الافريقية وانعكاسها على اقتصادات القارة عن اهداف هذا المنتدى فالمنتدى والذي كما اسلفنا يعقد للمرة الاولى في مصر يهدف الى تعزيز الاستثمارات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بهدف الوصول الاقتصاد قائم على المعرفة بشكل كامل وذلك بغية تعظيم الاستفادة من الموارد الافريقية المتاحة وما اكثرها فضلا عن احداث نقلة نوعية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابداع وفقا للاجندة المعلنة من قبل الاتحاد الافريقي لاهداف التنمية المستدامة لعام 2063 اما عن المحاور التي يتناولها هذا المنتدى فيأتي من بين اهم هذه المحاور نظم العلوم والتكنولوجيا والابداع والحوكمة والتنسيق والتي تتعلق بانشاء نظم ابداع قومية قوية للتصنيع ترتبط بالسياسات التنمية الوطنية ومن بين هذه المحاور ايضا يأتي محور العلوم والتكنولوجيا والابداع وتنافسية القطاع الخاص الذي يتم ايلاؤه اهمية قصوى في هذه المرحلة داخل القارة والتي تبحث كذلك في تنمية السلع الجديدة والخدمات من خلال القطاع الخاص لهدف مواجهة التحديات التي تواجه القارة الافريقية مع تنمية التنمية البشرية هذا الذي سيكون محورا من بين اهم المحاور من اجل تحقيق تنمية داخل القارة الافريقية من المتوقع ان ينتهي المنتدى الى عدة نتائج وسيخلص من خلالها الى بعض التوصية وضع اطر تهدف الى تحسين المعرفة في العلوم والتكنولوجيا داخل القارة الافريقية فضلا عن رفع الوعي حول دور العلوم والتكنولوجيا والابداع ومساهمتها في تنافسية القطاع الخاص في القارة الافريقية وكذلك تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التكنولوجيا والابداع اضافة الى اطلاق برنامج المنح في مجال الطاقة واعلان استراتيجيات مستدامة للدعم المستقبلي للعلوم والتكنولوجيا والابداع في افريقيا وتقييم التقدم الذي احرزته دول القارة الافريقية في الابداع التكنولوجي وكذلك تقوية شبكة التواصل بين العلماء والباحثين داخل القارة الافريقية ودفع الاتفاقات الجماعية والثنائية حول العلوم والتكنولوجيا والابداع وزيادة الاستثمارات في مجالات المعرفة الافريقية ونظم العلوم داخل القارة الافريقية وبهذا اذا ما تم الوصول الى هذه النتائج المتوخة يمكن العبور بالقارة الافريقية كاملة صوبة تنمية مستدامة من خلال بوابة التقدم التكنولوجي والمعرفي اشتركوا في القناة